أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أن مملكة البحرين أصبحت من الدول المتقدمة رياضيا وأنها ساهمت في استقطاب العديد من الرياضات والبطولات العالمية وبخاصة رياضة فنون القتال المختلطة سمو أكد أن هذا النجاح جاء عبر خلق مناخ رياضي مناسب للطاقات الشبابية في مختلف جوانب الألعاب الرياضية وأصق لها بالإضافة إلى أعطائها الفرصة وإبرازها ودعمها لتمثيل مملكة البحرين في كافة المحافلة الرياضية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمجلس سموه العامر بالرفع والذي جمعه بالسيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الأمين العام لللجنة الأولمبية البحرينية بحضور العقيد خالد عبد العزيز الخياط رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة والسيد محمد شاهد الرئيس التنفيذي لمنظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة والسيد فواز شمسان عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة حيث قدم رئيس اتحاد البحرين لفنون القتال المختلطة عرضا مفصلا تضمن رؤية الاتحاد والأهداف والاستراتيجية وبرنامج العمل للفترة القادمة مستعرضا أهم البطولات المزمع إقامتها في المملكة خلال العام القادم وقد أكد سموه ضرورة البدء الفعلي في تنفيذ خطة العمل التي تم تقديمها مضيفا أن البحرين تمتلك مواهب وطاقات شبابية من شأنها أن تساهم في النهوض برياضة فنون القتال المختلطة مشيدا سموه بجهود اتحاد البحرين للدفاع عن النفس برئاسة سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط وقد بارك سموه تنشين الاستراتيجية الجديدة للاتحاد موجه لتنشين موقع إلكتروني يعبر عن أهداف الاتحاد ورؤيته في نشر اللعبة وبناء على التوجيهات الكريمة من سمو الشيخ خالد ستنظم منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة ستنظم بطولتين محليتين خلال شهري يناير ويونيو على أن يقوم الاتحاد بتنظيم بطولتين أيضا خلال شهري مارس وسبتمبر من العام القادم موجه سموه باستضافة عدد من البطولات القارية والدولية لعدد من الألعاب المنضوية تحت مظلة الاتحاد نحن الأجنب في سعيدين بتوجيهات سموه وإن شاء الله نعمل على تحقيقها ونعمل مع الأخوان بالاتحاد مع العقيد خالد ومجلس الإدارة لاستمرار عملهم كالتحاد جديد والباين من خلال العرض من خلال توجيهات سيدي سمو الشيخ خالد أن فعلا الاتحاد بدأ بداية جدا طيبة العمل جدا منظم استراتيجية جدا واضحة وتوجيهات سموه الآن تم أخذ بها أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لسيدي سمو الشيخ خالد بن حمل على قبوله للرئاسة الفخرية للاتحاد البحرية من قتال مختلطة وهذه شرف لنا في الاتحاد وهذه سيعطينا دفعة قوية أن نعمل بجد وإخلاص وأيضا نعمل بصورة أن نتوصلنا في المستقبل لتحقيق إنجاز نربع فيه على مملكتنا القارية طبعا حسب توجيهات سموه تم عرض استراتيجية العمل خاصة باتحاد البحريني في نقاط المختلطة لسنوات الغادمة وأيضا تم التطرق إلى الجدول الزمني لهذه البطولات سواء كانت بطولات أو عمل بطولات المحلية أو المشاركات الخارجية بالإضافة إلى الاستراتيجية العمل خاصة بالتسويق لهذه اللعبة ونشرها بالتعاوم مع الجهات وشراك المجتمع الجهات الأخرى أشكر سمو الشيخ خالد على قبول الرئاسة الفخرية فهذه يعني لنفخر نحن كمجلس إدارة وأيضا فخر لللعبة أيضا فهذه يعطينا نحن دافعنا نبذل المزيد للارتقاء بهذه اللعبة نحن دورنا كمجلس إدارة والعلاقات العامة والإعلام إن شاء الله أن نواصل إلى أبراز اللعبة على المستوى المحلي والخليجي وأيضا العالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر